لا ينفك واحد عنده إيمان mendده حياء الإيمان بضم وسبونا شعب آه نعم والحياء شعبة من الإيمان طيب الإيمان ده محله القلب فإذا كان في القلب إيمان يبقى القلب ده حي إذا انتفى الإيمان من القلب ويبقى القلب ده ميت فكذلك الحياء يبقى الحياء لا يكون إلا لصاحب القلب الحي وإذا انتفى الحياء فدليل على موت القلب وإذا مات القلب كما بين نفسه صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغى إذا صالحت صالح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب لما النفسه صلى الله عليه وسلم يبين الحياء من الإيمان والإيمان من الحياة يعني النفسه صلى الله عليه وسلم بيربط زي الحياء من الإيمان والإيمان من الحياة وهنا مولانا لازم أننا كمؤمن أو كمسلم أننا أتحل بشعب الإيمان كاملة اللي هي بضع وسبعون شعب أنا يعني مطلوب أنني الأخلاق الإسلامية أن تكون منهجا عمليا في حياتي يعني أنا أكون صادق أمين وافي بأتكلم بالكلام الطيب أعمل عمل صالح بصل أرحامي بأحسن إلى جاري وهكذا إلى سائر هذه الأخلاق الطيبة فرود يكون منهج عملي في حياتي المسلم إبعا النمس صلى الله عليه وسلم يقول الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاءة من الجفاء والجفاء في النار إبعا إحنا عندي طريقين إبعا الحياء ده طريق يوصلني إلى الجنة والبذاءة دي هي سوء الأدب والجفاء اللي هو غلزة القلب إبعا إنسان سيء الأدب سيء الأدب بقى قلبه في غلزة كل دمه بصف من الحرام والحلال آه نعم حلاله بيء والحرام وبين بارك الله فيك المتشبهات بقى مولانا هنا ده طريق يوصل إلى الجنة وده طريق يوصل إلى النار المتشبهات هي اللي ممكن تعمل عندي لبس المتشبهات دي في الأحكام وليس في الأخلاق يعني دي مش موجودة في الأخلاقين الجانب الأخلاقي ده ثوابت الصدق صدق والكذب كذب والصبر صبر وعدم الجزع وعدم الصبر ما فيش فيها دي أمور واضحة يعني دي في الأحكام فقط اي نعم اي نعم وعريد ذا قال لا يعلم هن كثير من الناس بخاصة بالأحكام وبأهل العلم لكن الجانب الأخلاقي أخلاق سوابت مع كل الرسالات السماوية كل الأنبياء ما كل الأنبياء دعوا إلى الحياة ولما هنيجي في تاريخ الأنبياء هتجد كل الأنبياء امتسلوا هذا الخلق فما فيش هنا شبهات ولا فيه هنا خلاف إنما ده الصدق صدق والكذب كذب والأمانة أمانة والخيانة خيانة والتبجح شيء والحياة شيء